في رد فعل عربي قوي وعملي على حادث مسجد الروضة الإرهابي بشمال سيناء في مصر واستجابة لتحرك فعال من مصر اعتمدت جماعة الدول العربية بالإجماع على مستوى المندوبين الدائمين اليوم قراراً مصرياً يقضي بتطوير منظومة مكافحة الإرهاب العربية المزيد مع مرسلنا رمضان المطعن من القاهرة رسالة تضامن مع مصر ومساندة كاملة لها في الحرب الضروسة التي تخوضها ضد تنظيمات الإرهابية رسالتنا ضمن رسائل عديدة تلقتها مصر خلال الاجتماع الطارئي للمندوبين الدائمين بالجامع العربية التي ندد أعضاؤها بالإرهاب الذين أوضحوا في الوقت نفسه بأنه جرس إنذار للجميع أن المنظومة العربية في مجابهة الإرهاب واكتفاثه تحتاج إلى دعم وتحديث وتمكين لتصير أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات الإرهابية في صورها المختلفة والمتجددة والمستجدة إن تلك الجرائم الإرهابية الآثمة والتي تتنافى مع أبسط القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية تقتضي منا ردا حاسما ونهجا شاملا وفاعلا للتعامل مع ظاهرة الإرهاب دون انتقائية أو تمييز تضامن عربي لحدث مسجد الروض الإرهابي تضامن استدعى تفعيل الاتفاقات والقرارات العربية ذات الصلة لتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب بما في ذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وضع آليات وخطط لمواجهة هذا الإرهاب البشع وتوفير الأمن والاستقرار لمواطنين العرب والحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في مواجهة هذا الإرهاب الاجتماع شدد على دعم مصر بكل ما يلزم لمواجهة الإرهاب والتطرف إلى جانب دعم جهود القوات المسلحة المصرية ويجب أن تكون محاربة الإرهاب تقوم على مبادئ وآليات ووضع مبادئ عامة للاستخدام الأمن لتكنولوجيا المعلومة والاتصالات علاج ظاهرة الإرهاب وأدواته التكفيرية والمتطرفة يجب أن يتم عبر مجموعة من الآليات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب يأمل القائمون على الاجتماع أن يمثل علامة فارقة في بناء الجهود العربية المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرف دعوة مصرية لاجتماع طارئ حول الإرهاب هي دعوة تأتي بعد حدثة مسجد الرضا بشمال سيناء هو دعم تحتاجه القاهرة لمجابهة الأفكار المتطرفة واتخاذ إجراءات أكثر سرامة ضد الفكر المتطرف من جامعة الدول العربية لأخبار الآن رمضان المطعني القاهرة